ترجمة نانسي قنقر ويسمى الآن إذقان العطشان وأما الجنوبي فطوله تقريباً عشرون كيلة ويسمى الآن إذقان الرويان أي الريان بسبب موارد المياه فيه وإحداثية الممر بينهما تقريباً شمالاً الدرجة 22 والدقيقة 44 والثانية 58 شرقاً الدرجة 44 والدقيقة 5 والثانية 45 ويقع يذبل المعروف الآن باسم صبحة في الناحية الشرقية الشمالية من ذقان بنحو 70 كيلة وتقع عمايتان المعروفة الآن بحصات قحطان وبالحصات مختصراً شرق ذقان ب70 كيلة تقريباً ويقع الدخول في الجهة الجنوبية الغربية من ذقان بنحو من 48 كيلة ويقع جبل الصاقب في الجهة الجنوبية الغربية من ذقان بنحو من 80 كيلة تقريباً وتصل أعالي قمم ذقان الشمالي إلى 1461 متراً وأعالي قمم ذقان الجنوبي إلى 1426 متراً ومن ورود ذقان في الشعر العربي القديم قال أبو علي الهجري في التعليقات والنوادر قالت أخت وهب بن العملس أحد بني جعفر بن كلاب ترثي أخاها وقتله بنو نمير جزى الله شراً والجوازي كثيرة عبادة شراً يوم سفح ذقاني وأيضاً جزى الله الضباب وجعفراً فقد أنجدونا نجدة المتواني فلولا أبو بكر لكنا عصابة ثمودية ماتت بغير ضماني قال الهجري ثقان جبل قرب الدخول شق حوضيات والدخول محجة أهل العقيق والأفلاج إلى مكة انتهى كلامه وقول الشاعرة فلولا أبو بكر تعني أبا بكر بن كلاب والضباب هم بنوا معاوية بن كلاب وأما حوضياته فتقع شرق رملة عبد الله بن كلاب المعروفة حالياً بعرق سبيع وأما العقيق فيعرف حالياً بوادي الدواسر وقال لغدة في كتاب بلاد العرب وقال ابن حفص الكلابي ولولا بن قيس بن جزء لما مشت بجنبي ذقان صرمتي وأدلتي فأشهد ما حلت بهم من ضعينة من الناس إلا أؤمنت حيث حلتي وقال أبو عبيد البكري في كتابه معجم مستعجم ذقان جبل وهما ذقانان أحدهما لبني عمر بن كلاب والآخر لبني أبي بكر بن كلاب وفي الأعلى منهما وهو الذي لبني عمر حسي ذقان وإلى جانب الآخر منهما رملة يقال لها الجمهورة قاله يعقوب ونقلته من خطه انتهى كلامه ويعقوب هو ابن السكيت المتوفى سنة 244 للهجرة صاحب كتاب إصلاح المنطق والجمهورة رملة تحف ذقانا الشمالي ناحية الغرب وامتدادها شمالا وجنوبا تقريبا 27 كيلة وأقصى عرض لها شرقا وغربا تقريبا سبعة أكيال وهي رملة سهلة تعرف الآن بعرق إذقان العطشان ومن تثنية ذقان قول ليلة الأخيالية ترثي توبة بن الحمير نظرت وركن من ذقانين دونه مفاوز حوضى أي نظرة ناظري ويروا نظرت ودوني من عماية منكب وبطن الركاء أي نظرة ناظري والركاء واد عظيم بعض روافده تشق الذقانين ومنها ما تغذيه روافد ذقان الجنوبي وتلتقي أسفله ونقل ياقوت في معجم البلدان وقال أبو زياد ذقانان جبلان في بلاد بني كعب وإياهما عن الشاعر حيث قال أللبرق بالمطلة تهب وتبرق ودون كنيق من ذقانين أعنق انتهى كلامه ويرد كثيرا ذكر ذقان مقرونا بيذبل قال امرؤ القيس بن حجر الكندي في رواية السكري ما هاج هذا الشوق غير منازل دوارس بين يذبل فذقاني وقال مزرد الغطفاني انهنه من ريعانها بعد ما أتت على كل واد من دقان ويذبل وقال ناهض بن ثومة الكلابي فدعذا ولكن قد عجبت لنافع ومعواه من نجران حيث عواني عوى أسدا لا يزدهيه عواؤه مقيما بلوذ يذبل وذقاني وقال ياقوت في رسم طويع قال أبو زياد ومن مياه بن العجلان طوعة وطويع اللذان يقول فيهم القائل نظرت ودوننا على ما طويع ومنقاد المخارم من ذقاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر